وضوء أصحاب الأعزار الناس اللي بتعاني من نزول الدم في غير قواني النسبة للنساء اللي هو دم النزيف انفلات الريح سلس البول أي نوع من الأمراض اللي هي بتبقى معاها الإنسان يشق عليه أنه يحتفظ بالوضوء مدة طويلة نظرا لأنه بيعاني من شيء معين اللي عنده سلس بول ده أكيد وضعه مش طبيعي فبيعاني من حالة مرضية بيشق معاها أنه كل شوية هيقعد كل خمس دقيقة هيخش يتوضى واللي عنده انفلات الريح عنده حالة مرضية معينة صعب معاها هيخش يتوضى كل شوية كذلك اللي عندها نزيف وهو جريان الدم في غير أوانه المعتادة بالنسبة للمرأة يشق عليها أنها كل شوية كل دقيقتين كل تلاتة تخش تتوضى فلأن هذه الشريعة بتراعي الإنسان في جميع الأحوال اللي بيعيشها وجميع الظروف اللي بيمر بيها راعته كما راعته أثناء الصحة وافترضت عليه وفرد على الإنسان أن يؤدي تكاليف بصورة وبصفة معينة وبكيفية معينة كذلك راعت حال الإنسان حينما يصيبه مرض وقالت عليك أنك تؤدي كذلك العبادات ولكن بصفة وكيفية تتواكب وتتناسب مع الظرف اللي أنت تحولت إليه إحنا أغيار إحنا بنتحول من حال إلى حال وهي دي طبيعة الحياة الدنيوية مش ما فيش حاجة لا يطبط شيء على حاله وبالتالي الصحيح بيبقى تأتي بعض الأوقات فيصبح مريض مش بيمتنع من أداء العبادة وإنما الشريعة بتديله بعض الأحكام والأداب التي يراعيها وفيها قدر كبير من التيسير والتخفيف على الإنسان لكي يستطيع أن يمارس العبادة دون ما شق عليه وفي نفس الوقت بتبرز مدى جمال هذه الشريعة التي تراعي الإنسان في كل الظروف اللي بيمر بيها صاحب العذر إزاي بيتوضى؟ زي ما قلت لحضراتكم ما بتوضاش قبل دخول الوقت وضوء بيكون بعد دخول الوقت الأول بدخل لو فيه شيء أصاب ملابس الإنسان بيغير الماس وبعد كده بيبتدي أتوضى كل ده بعد ما بسمع الأزان يعني إيه بعد دخول الوقت لما بسمع الأزان؟ ببتدي أدخل أغير الملابس أنظف الموضع إذا كان أصابوا أي شيء من سلس البول أو الدم أو ما شابه ذلك أنظف الموضع جيداً أغير الملابس أتجهز بعد ذلك للوضوء أنا طاهر أصلي أي شيء رغم ما ينزل علي من أي شيء الحاجات اللي بعاني منها من الفرد للفرد الذي يليه فأنا اتجهزت بعد دخول وقت الفجر قمت غيرت الملابس ونظفت الموضع جيداً بعدين توضقت بعد كده بدأت أن أنا أصلي أنا أصلي بهذا الوضوء إلى دخول الوقت الذي يليه مثلاً اتوضيت الظهر رفع أدان الظهر دخلت غيرت الملابس نظفت الموضع أنا بكررها مرة تانية عشان بس نعرفها ونحفظ كويس وبعد دخول الوقت دخلت غيرت هذه الملابس نظفت الموضع جيداً توضيت استعديت ليه الصلاة أصلي ما أشاء حتى يدخل وقت العصر لما يدخل وقت العصر أبقى أنا كده وضوء انتقد دي الحالة اللي بينتقد فيها الوضوء بدخول الوقت الذي يليه في وضوء أصحاب الأعضار أو لما بيدخل الوقت الذي يليه بروح أجدد الكرة مرة تانية بتنظيف بتغيير الملابس إذا أصبها شيء وبتنظيف الموضع وبعد ذلك بأن أنا أتوضى وأجهز نفسي للصلاة وأستطيع أصلي الفرد والسنن حتى لو أصابني أي شيء أثناء ذلك الوقت ده من تيسير الله سبحانه وتعالى بالإنسان وتلك هي روح هذه الشريعة الغراء وهي البشرة اللي سقها الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونيسرك لليسرة هذا هو التيسير الذي يستشعره الإنسان عند المراحل التي يشق على الإنسان أن يؤدي العبادات كما هي منصوص عليها وكما هي بالكيفية الواردة بها بندخل بيتحول الإنسان من حال الصحة إلى حال المرض بتمشي معاه الشريعة كذلك وفق الحالة اللي هو فيها تبتدي تديله الأداب والأحكام اللي معاه يقدر يؤدي ما عليه من هذه التكاليف الإلهية في يصر وسلاسة ولين وهدوء وليس على المريض حرج وبالتالي أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يشفي الجميع ويعافي الجميع ويعننا جميعا على أداء ما يرضي الله سبحانه وتعالى على الكيفية التي ترضيه عنا